مساء الفل نهاردة هنتكلم عن مسلسل من عورب أهلاه وهو بالنسبة لي من أفضل مسلسلات 2022 لحد دلوقتي قبل حتى من مسلسلات رمضان تنزل وعايز أقول لكم مسلسل ممكن يكون أفضل من المسلسلات في رمضان هتنزل المسلسل من عبارة عن 10 حلقات مش هنتكلم في تفاصيل فيه ولكن هتكلم في حاجة أزعجتني جدا من وجهة نظري كمشاهد وهي الحلقة الأخيرة ونهاية الأحداث بشكل عام أنا وجهة نظري فيه فرق بين انت تعمل نهايات مفتوحة وفيه فرق ان انت تعمل نهايات عباسية يعني أنا وجهة نظري وآسف ان انا أقول ده ولكن أنا شايف ان هي نهاية غريبة جدا كل اللي حصل ده كله مينفعش ان انت تسيب كل النهايات يعني لو مثلا فيه خمس ست قصص انت حلل لي واحدة بس وخمس حكايات مفتوحين آه ممكن يكون فيه سيزون تاني وده أكيد والمؤلف قال كده ولكن حاجة بس صغيرة محدش خد باله منها وهو ان لما محمد أمين رادي قال انه فيه سيزون تاني او فيه موسم تاني هو قال انه هو لسه ما تصورش أصلا فبالتالي عشان يتصور وينزل ويتمنتج ويتزبط قول هينزل عشتك جاي على اخر الصيف مثلا مش هينزل الاسبوع الجاي يعني مش هينزل بعد رمضان على طول فانا وجهة نظر ان ده غلطة كبيرة ليه مسلسل من نوعية المسلسلات دي ماينفعش ان انت تستنى عليها كتير عشان الاحداث اللي فيها كتير جدا يعني انا الحلقة الاخيرة دي الواحد عصال بازت مش من المشاهد اللي فيها او كده لا قدمها كمية التفكير وده طلع مين ومين الزابط ومين مش عارف اللي هو الراس الكبيرة بقى ومين فانت مشتت ما بين ده وده وده فيه فرق بان انت تفكر وان انت تجيب حاجات مختلفة وفيه فرق بان انت تكون مشتت انا كنت مشتت تماما وانا حد يعني مش يعني انا حد فاهم شوية دراما وعارف انه ممكن يكون دي اه ليها مخزة او ليها معنى تاني انه ممكن الاحداث توديك في حتة تانية لكن انا شايف انه فيه كمية دوشة وحاجات دخلة في بعض وكله رميجولة للسيزون التاني طب السيزون التاني ده لو تعمل في خلال شهرين تلاتة هل ده حاجة عيدلة هل ده حاجة طبيعية مثلا انا هفتكر كل الاحداث بتاتل عشر حلقات او اخر تلات حلقات عشان اقدر اربطها بالسيزون التاني ولا هتعمل لي حلقة بقى فلاش باك هنفضل نحرق في السيزون الاول باول حلقة من السيزون التاني يعني انا شايف انه فيه غلطات كتير في المسلسل ده تحديدا النهاية بتاعتها يعني استفزت منها لدرجة انها عملت الفيديو ده ماينفعش يكون نهاية بالشكل ده انت ممكن تقفلي مثلا قصة ايه موضوع ورا الاطفال ده يعني ايه ورا الاطفال بياخدوا منهم ايه هل دم فعلا زي ما انا قلت عشان الكولاجين والحاجات اللي كان بتتكتب على الانترنت دي ولا لأ ده كان لازم يتقفل حكاية لايرا علو كانت لازم تتقفل الباقي بقى افتحه يعني حتى لما انت قلتلي الرأس الكبيرة هو اشرف اللي هو الظابط معلم علامي ليه بقى توديه تاني ودول انه مش هو طب مين عباس ابو الحسن يعني ماشي انا فهمت انه عباس ابو الحسن كان يعتبر رسم لاحمد السعداني مثلا لما هو رسم وتخيل الشخصية فاحنا كملنا معها وشربناها تمام لكن انت دلوقتي في حقاقة غيرك كتير مع الفلاشباك انا وجهة نظري برضو ان الفلاشباك من اسوأ ما فيه هو الشخصيات زي ما هي اشكال الممثلين زي ما هم يعني انا مخرج كبير يوسري ناصر الله مخرج كبير جدا ولكن من ضمن الدفوهات دي مش حاجة دي مش ميزة او حاجة مثلا مقصودة لا ده ده عيب في الاخراج عيب بقى ايا كان في ايه لكن لما انت بتحكي في انه سنة ستة وتسعين هي هي سنة الفين وعشرة لما نشوف مثلا شكل غد عدل فيش كده يا جماعة ده مثلا ما طب اثر شعرها طب خليها تضرب اكسزوجين في شعرها مثلا غير الميك او اعمل اي حاجة خليها تلبس نظارة نظر يعني اي حاجة نصدق انه فيه اختلاف في الزمن لكن الممثلين زي ما هما بالزبط وعد ايه ستتاشر سنة زي ما هما مفيش تغيير فانا شايف ان دي غلطة جبيرة جدا في المسلسل والنهاية فيها زي ما قلت غلطات كتير جدا والنهاية انت خمس ست قصص اقفل لي على اقل ثلاثة اربعة لكن انت قفلتلي واحدة مهاب المين ترجد بتاعي مش مهاب المين ترجد بتاعي عايز اعرف مين اللي وراه مش مجرد مين اللي قتله لأ مين الاساس مين هما وموضوع الاطفال ده ليه ما قفتليش مسلا موضوع الاطفال يعني موضوع الاطفال ده انا قلت مسلا ان هم بياخدوا منهم دم وكلاجين ومش عارف ايه وكلام ده كله على اقل كنت تقفل لي موضوع المعمل ده لكن انت سيبتلي ده مفتوح وسيبتلي ده مفتوح وده مفتوح عالسيزون التاني طب السيزون التاني لسه ما تصورش اصلا يعني السيزون التاني لسه ما تصورش فانا وجهة ناظري كان نفسي ان السيزون التاني ده يكون بنفس الشخصيات لها العلوي وبس مسامرة ناس عملوا بقولوكم المسلسل تحفى انا مش بهاجم المسلسل انا بهاجم احداثه بصراحة تحديدا اخر حلقة والنهاية بتاعته كان ممكن نفس الشخصيات دي بس بقصص مختلفة مع كاركترات مختلفة لكن ان احنا وبعدين مين اللي مات في الاخر احنا قلنا مثلا انه بسم سامرة هو اللي مات في الاخر لما غاد عادل كلمته ولكن لقينا ان بسم سامرة هو اللي قتل اذا بسم سامرة هل هو البيك بوس ولا لا مش عارف فانت على اقل ارميلي خيط وخلينا مش وراه وتوقع لكن انت مرمتليش اي خيط خالص انت سبت الدنيا عايمة بشكل عبسي مش عايمة بشكل حلو عايمة بشكل كل واحد يبقى ليه ورؤية لا ده محدش فهم حاجة انا بكلم اصحابي واختي ومش عارف ايه محدش عارف حاجة يعني محدش عارف يستنتك حاجة وده بالنسبة لي مش نجاح على فكرة انا النجاح هو ان انا كل واحد يطلع بحقيقة لكن مش اللي هو يطلع بالله ممكن يكون ولكن ازاي ده جي ازاي ده عمل لا برغم ان المسلسل ابتدى وفي نص وحتى قبل اخره خرافة طحفة بقول لكم من احسن المسلسلات اللي شفتها وهيبقى من احسن المسلسلات 2022 على مدار السنة انا عارف ده انتوا اي رأيوكو اللي شاف المسلسل يقول لي ايه رأيو تحت في الكومنتات وقول لي انت فهمت ايه وهل فعلا النهاية عجبتك ولا فعلا النهاية زي ما انا قلت عبسية شوية يعني النهاية كانت ممكن تتقفل احسن من كده وحتى لو في استعداد لسيزن تاني بس ما تسيبش الدنيا فتحة كده فتحة خالص فاهمين يعني انا قلت على اقل السيزن ده كان المفوضي بقى اتناشر حلقة مش عشرة دي وجهة نظري وده اللي كان عندي النهاردة اللي ما شافش المسلسل لازم تشوفه ملوش حل بصراحة يعني اشوفكم فيديو جديد سلام